والرفاهية عشان تقدر تكمل وتستمر في معسكر لمدة اسبوعين في اسبانيا وده اندل على شيء بدول ان النادي الاهلي بيشتغل بطريقة علمية والجازل فان ان شاء الله انا تمنى ان كل الامور اللي احنا نتكلم عليها دي ان شاء الله يكون لها اثر ايجابي على الفريق خلال المرحلة القادمة جزء تاني عايز اتكلم عليه ممكن النهاردة